نعم قبل أن ننتقل إلى موضوع الربط ما بين الاستهدافات في سوريا والملف النووي نبقى في تفاصيل أكثر حول الغارات الأمريكية في سوريا السيد نورس العرفي أشار بأن الميليشيات الإيرانية يعني انتشرت بسوريا برغبة من الولايات المتحدة الأمريكية أو بتسهيل منها إن صحى التعبير هل توفقه بهذا الطرح بداية تنسيات الأقل؟ الميليشيات الإيرانية هي دخلت إلى سوريا حتى قبل انطلاق الثورة في 2011 جاءت كمستشارين وسيطرت على بعض مواقع سورية ودربت على أساس تدريب وسيطرت على أحد ألوية الحرس الثوري أو الحرس الجمهوري في سوريا وكذلك معامل الدفاع بالإضافة إلى تنامي العلاقات بعد موت حافظ الأسد في ظل بشار الأسد مع إيران بشكل مطرد كبير أما مع انطلاق الثورة السورية كان هناك دعم إيراني للحل العسكري والحل الأمني في سوريا لذلك جلبت ميليشيات حزب الله وجمعت عدد كبير من كل هذه الميليشيات الطائفية من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان وغيره من هذه المكونات ودعمتهم ودربتهم بقيادة قاسم سليماني وقائد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة كانت متواجدة بالفعل ورأينا كيف قام قاسم سليماني بالاستنجاد بالروس من أجل الدخول في سوريا عندما فشلت إيران وحزب الله وميليشياتها في التأثير أو في كبح جماح الثورة السورية أو العمل العسكري ضد نظام بشار الأسد لذلك الولايات المتحدة كانت متواجدة وهي تعلم بشكل كبير بأن الميليشيات الإيرانية متواجدة في سوريا وإنها مجموعة من عدد من الدول وإنها تقتل وتنتهك حتى أن أوباما كان يغض النظر بشكل كبير وحتى الخط الأحمر الذي كان رسمه أوباما تم تحطيمه باستخدام الكيماوي في 21 أب عام 2013 و13 إذن الولايات المتحدة مسؤولة إن سمحت بشكل مباشر أو لم تسمح هي المسؤولة عن هذا الوجود الإيراني والميليشياوي يعني لماذا الولايات المتحدة اليوم حاربت تنظيم داعش الإرهابي وهي اليوم تحمي بعض الميليشيات الإرهابية كبككي كذلك اليوم على أعين الولايات المتحدة الميليشيات التي لا تقل إرهابا عن داعش وعن قسد وعن غير ذلك هي الميليشيات الإيرانية التي تقتل وتضرب ولم تترك أي شيء في سوريا إلا هجرت الشعب السوري وقتلت وفتحت السجون وغيرت حتى طبيعة الشعب السوري في مناطق معينة غيرتها واليوم هي متواجدة على الأرض السورية بقوة عسكرية وكذلك بإرادة سياسية واليوم يعني النظام لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى عن اليسرى إلا بيأخذ إذن من إيران إذن اليوم إيران هي قوة مسيطرة وقوة محتلج سميها ما شئت في سوريا اشتركوا في القناة